من أحاديث الفتن ما جاء في الصحيحين قولوا عليه الصلاة والسلام ألا إن الفتن تخرج منها هنا وأشار إلى المشرق مرتين وفي رواية عند مسلم رأس الكفر منها هنا وأشار إلى المشرق والمشرق كما جاء في رواية الطبراني لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لأهل المدينة في مدهم وصائهم ولأهل اليمن قال رجل يا رسول الله وفي عراقنا قال عليه الصلاة والسلام تلك يخرج منها الفتن حيث يطلع قرن الشيطان فدل على أن نخرج الفتن من العراق والناظر في السيار يجد ذلك والواقع يشهد بهذا وإذا جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام يا أنس إن الناس يمصرون أمصار وإن منها بلدة تسمى البصرة أو البصيرة فإذا مررت بها فإياك وسباخها وكلاءها وأسواقها وأبواب سلطانها وعليك بظواحيها فإنه يحصل بها خسف وقذف ويبيت قوم يصبحون قردة وخنازي فأمر عليه الصلاة والسلام أن يكون في ظواحيها أني في خارج منها حتى يبتعد عن هذه الفتن ولذا جاء عند ابن ماجه قولوا عليه الصلاة والسلام يكون مسك وخسف وقذف في دواية أخرى عند ابن ماجه قال في أهل القدر وأهل القدر خرجوا في العراق الذين ينكرون أن الله عز وجل يعلم الشيء قبل وقوعه تعالى الله أما يقولون علوا كبيرا اشتركوا في القناة